السلام عليك ورحمة الله وبركاته الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله يقول داوي عليلك بالمسكين تطعمه البذل ينجيك من سقم ونيرانه شوف الإمام الحاكم صاحب المستدرك ذكر عنه الألباني في صحيح الترغيب قصة عجيبة أصيبه بقرحة في وجهه بقد سنة يبحث عن أنواع العلاج ولم يجد فدعا له المسلمون ذاك اليوم ورجعت امرأة لدارها وتدعو وتلح للحاكم أن ينجيها الله عز وجل فيه من هذا البلاء فرأت كأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لها قولي لأبي عبد الله نوسع المسلمين بالماء فبنى سقاية بجانب داره وجعل فيها ماء وجعل فيها جمدا وأخذ المسلمون يشربون منها حتى شفي بعد أسبوع وعاش سنين ووجدت قصة شبيهة بها لابن المبارك عند الإمام الذهبي في الشيارة أعلام النبلة أن رجلا جاءه يشتكي قرحة في ركبته سبع سنين يعاني منها فقال له ابن المبارك اذهب وابحث عن مكان بحاجة للماء واحفر بئرا لعل الله عز وجل إذا نبع الماء أن يوقف عنك الدم ففعل الرجل فشفي النبي صلى الله عليه وسلم يقول داو مرضاكم بالصدقة ويقول عليه الصلاة والسلام ليس صدقة أعظم أجرا من ماء ويقول بن قيم الجوزية في الوابل الصيب إن للصدقة تأثيرا عجيبا في دفع أنواع البلاء ولذلك احرص يا أخي الحبيب على بذل الماء والصدقة في حفر الآبار حتى يدفع عنا وعنكم البلاء أسأل مولا عز وجل نعافي كل مبتلاء وصلى الله وسلم على نبي محمد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته